شربة الخضار بالمكارونا أكلة لذيذة ومغزية والدفينة بقى في الجو البارد دوت ومعليهاش أي مواد حفظة الست الشطرة كده الحلوة لما تبقى عايزة تكافئ أولادها وبتشتري الطلبات ما تروحش بقى تجيب لهم شوية اندومي وشيبسي والكلام دوت لا تتجهز لهم شوية خضار طوزة زي ما انتو شايفين كده ألوانهم منورة ولسه جايين من عند الخضري وتخسلهم حلو وتجيب كمان كيس مكارونا كده يكون ليه شكل جميل يشد عنين الولاد وتعمل لهم أحلى طبق شربة مكارونا بالخضروات وتجمعوا عليه بقى كده ونتدفى في الأجواء البرد اللي زي كده الألوان زهية زي ما انتو شايفين ومش هنحس بقى بتقنيب ضمير لما هناكل منها لأن هي ما فيهاش سعرات حرارية كتيرة ولا أي حاجة الحاجات كلها خفيفة والأحلى من ده إن ما فيش مواد حفظة خالص والطعم أكتر من رائع أنا روحت بقى كده عند الخضري وجبت فضلة خيركو شوية حاجات للبنات بقى اللي لسه صغيرين إحنا ممكن نشتري حاجة اسمها شربة خضار من عند الخضري بيدينا الحاجات مشكلة كلها وبيعمل متوسط لسعر الحاجة يعني مثلا يقول لنا النص كيلو باربعة جنيه أو بخمسة جنيه فإحنا بقى بنجيب كده الحاجات الخضار المشكل الجميل ده وجبت معاه كمان حزمة من الكرافس البلدي ونضفت الخضار بتاعي الفاصولية الخضرة والكوسة كحتها كده وغسلتها والجزر وغسلت اللمون وفصصت البسلة وغسلتها وخدت حبة كده من الكرافس البلدي غسلتهم كمان وركنتهم بقى كده على جنب وده كيس مكارونا أنا جاي بقى الشكل الطويل دوت الولاد بيحبوه قوي اللي عامل زي الأنابيب كده ومقصوص شكله حلو قوي ممكن كمان نجيب الفيونكات أو أي شكل إحنا نحبه كنا ممكن نجيب المكارونا المرمرية العادية برضو بس ساعتها كنا هنقطع الخضار حتة صغنانة خالص علشان يبقى كل حاجة متناسبة مع بعضها أنا عشان جايبة بقى نهارده هعملها بالمكارونا الطويلة دي فأنا هقطع شكل الخضار نفس شكل المكارونا علشان العين طبعا بتاكل قبل البق قطعت الفاصولية الخضرة أهيه بحيث أن شكلها يبقى نفس شكل المكارونا عيدان كده زي عيدان المكارونا وبردو قطعت الجزر بنفس الشكل التشكيلة بتاعت الألوان أكتر من رائعة وهحط كمان بقى الكوسة هقطعها هي كمان بنفس الشكل الطولي الصغنان دوت وهحطها مع بقية الخضار بتاعنا والبسلة بقى أنا فصصتها وغسلتها هحط برضو شوية عليهم من البسلة نخلي فيه تنسبة وتناسب ما بين كمية الخضار وما بين كمية المكارونا عشان تبقى الحاجات زي بعضها الكرافس بقى هاخد العيدان التخينة اللي من فوق أقطعها كده كمان مع الخضار عشان تستوي معاه إنما بقى الأوراق بتاعتها هقطعها وهضفها على الشربة لما تخلص خالص واقفل النار علشان تدي حيوية كده بقى للطبق وريحها جميلة جدا فحل على النار حطيت رشة خفيفة جدا جدا من الزيت مش عايزين نقطر خالص يعني رشة خفيفة خالص وهحط حوالي كوباية من المكارونا الشكل اللي احنا نحبه بقى طبعا وهبدأ إن أنا أشوحها كده أنا عايزها تاخد لون وتاخد ريحة التحمير الجميلة زي لسان العصفور كده هفضل بقى أوقفها جنبها كده وأشوحها بس أنا مش عايزها تغمأ أنا عايزها بس يا دوبك تاخد ريحة التحمير بعد ما طمنت بقى إن المكارونا أخدت لون خفيف تخرتها كده على جنب في الحلة ونزلت عليها بقى بالخضار المشكل بتاعنا اللي احنا مقطعين فيه كمان الكرافس الريحة أكتر من رائعة وهشوح بقى الخضار مع المكارونا ومجهزة كده شربة فرخة بلدي جميلة أنا لما بسلق الفراخ بشيل كده أكياس من الشربة وبحطها في الفريزر سواء شربة لحمة أو شربة فراخ بس دي بقى شربة فرخة بلدي جميلة قوي تشيط بقى الخضار بالمكارونا المتشوحين وحطيت فيهم شربة الفرخة البلدي كده كمية الشربة متناسبة جدا مع كمية الخضار والمكارونا أهم حاجة بقى في التسوين أحط كمان رشة الملح نصبط الملح بتاعنا أنا أصلا شربة الفراخ كان فيها ملح فأنا حطيت معلقة ملح واحدة عشان بس أصبط الطعب ناخد بالنا بقى من السواء احنا مش عايزين الخضار يتهري ولا المكارونا تتهري عايزين كل حاجة كده يبقى ليها شخصية وتبقى مسكة نفسها ونحس بقرشة الخضار وإحنا بنشرب وبنأكل الشربة فأنا هقفل عليها وهي نص سوى يعني دلوقتي يا دوبك خدت كم غلوة كده وأنا تطمنت خلاص إن الحاجات استوت نص سوى وخدت مكاروناية كده شفتها لقيتها مستوية نص سوى خلاص كده قفلت النار وهغطيها بقى بغطة حلة بحيث إن هي يا دوبك بس تكمل بقيت سواها على البخار وتفضل كل حاجة زي ما هي حطيت بقى شوية ملح وفلفل كده وجبت شوية لمون ودلوقتي بقى خلاص بعد ما تطمنت إن هي خدت الصهد بتاع البخار هرش كمان رشة من الكرفس الورق بقى اللي أنا كنت مقطعه شايفين الألوان زهية وجميلة إزاي الريحة مش قادرة أصفلكوا ريحة الكرفس مدي ريحة جميلة جداً جداً مع شربة الفراخ البلدي بقى والخضار الجميل بتاعنا مش عايزين الخضار يرتبط معانا بالتعب وإن إحنا بنعمل شربة الخضار بس لما تبقى معدتنا تعبانة أو عندنا دور برد لأ إحنا عايزين الولاد لما يشموا الريحة دي يعرفوا إن فيه طبق شاهي وجميل جداً جداً بيتحضر وكلهم يبقوا بقى وقفين طوابير كده كل واحد بالطبق بتاعه عايزين ياخدوا من الحاجات الجميلة دي أنا غرفت بقى كده شوية وحطيت عليهم شوية من الكرفس ده كده الشربة بتاعته قليلة اللي مش بيحب الشربة كتير قوي وبيحب يأكل الخضروات بالمكرونة بالطعم المعسل الجميل بتاعها مع عصرة لمونة وحطيت ده بقى كده طبقتيني برضو للي بيحب الشربة تكون كميتها أكتر من كمية الخضار وعصرت كمان عليها لمونة وهشرب بقى أنا واكل حاجة كده جميلة جداً أنا مش عايز طبعاً أشرب ولا حاجة أنا بس عايزة أطمنكم إن شربة الخضار جميلة جداً جداً وطعم الخضروات فيها أكتر من رائع مع رشة الملح والفلفل المجروش حاجة كده يا وعدي بألفة هنا وشفة ويا رب دايماً وصفاتنا تعجبكم وتنردكم